مفتاح الانتقال مفتاح الإدخال ومفتاح الرجوع وتحتوي الواجهات الخلفية والجانبية للجهاز على مقبس الشحن، مقبس ربط الهوائي اللاسلكي ومقبس ربط وحدة دعم التربة، والتي تزرع في التربة لتكون هي المسؤولة عن بث الموجات الترددية الخارج من الجهاز للأرض بالإضافة إلى مقبس سماعة الرأس المرحلة الثانية لتشغيل الجهاز وضغط إعداداته، قم بالضغط مطولاً لبضع ثوان على مفتاح التشغيل وانتظر حتى الانتهاء من واجهة الترحيب لتظهر القائمة الرئيسية وتعرض مؤشرة البطارية قائمة البحث قائمة الإعدادات قم بالدخول إلى قائمة الإعدادات للتحكم بمستوى سطوع الشاشة بمستوى شدة الصوت إضافة إلى قائمة اللغات وهي الإنجليزية والفرنسية والعربية قم باختيار اللغة المطلوبة ومن ثم الرجوع إلى القائمة الرئيسية للجهاز انتقل إلى قائمة البحث لاختيار نظام البحث المطلوب بدء الكشف به نظام الكشف عن بعد نظام الكشف الأيونيكي ونظام المستشعر الأرضي المرحلة الثالثة قم باختيار نظام الكشف عن بعد لتظهر لك القوائم الرئيسية الأربعة للأهداف وهي قائمة المعادن وتشمل الذهب، الفضة، النحاس، والبرونز قائمة المياه وتشمل المياه الطبيعية المياه المعدنية، المياه المالحة، وكافة أنواع المياه قائمة الجواهر وتشمل الألماس، الزمرد، النيازك، وكافة أنواع الأحجار الكريمة قائمة الفراغات للبحث عن الكهوف والفراغات والأنفاق انتقل إلى قائمة المعادن واختر مثلا معدن الفضة لتنتقل مباشرة إلى واجهة معيير البحث لاختيار مسافة البحث المطلوبة والتي تصل لغاية ألفا متر ومن ثم قم باختيار عمق البحث المطلوب والذي يصل لغاية أربعين مترا ومعد الضغط على البدء تظهر لك واجهة جديدة لتختار من خلالها طريقة البحث لنظام الكشف عن بعد النظام الأول نظام تعقب الخط والذي يتألف من هوائيات الاستقبال أسلاك التوصيل والتي تربط ما بين الهوائيات وجهاز الاستقبال قم بتشغيل جهاز الاستقبال واختر من الوحدة الرئيسية نظام تعقب الخط ليتم الاتصال اللاسلكي ما بين الوحدتين طريقة الكشف والبحث بنظام تعقب الخط نقوم بزرع وحدة دعم التربة في الأرض ومن ثم توصيلها في الجهاز وتوصيل أجزاء وحدة تعقب الخط من خلال ربط أسلاك توصيل الطاقة ما بين الهوائيات وجهاز الاستقبال كما رأينا سابقاً ولبدء البحث بالنظام قم بتثبيت جهاز الاستقبال على الحزام أو وضعه في الجيب وحمل هوائيات الاستقبال أثقياً والحفاظ على توازنهما ومن ثم البدء في الدوران حول موقع الوحدة الرئيسية حيث تم زرع وحدة دعم التربة بدائرة قطرها متران ونتوقف عند تقاطع الهوائيات فوق خط الطاقة الذي يصل الجهاز بالهدف مباشرة نقوم بتتبع هذا الخط وذلك بالتقدم والسير بشكل متعرج حيث تفتح الهوائيات وتكون متوازية عند الخروج عن مجال خط الطاقة وتتلقى حين المرور فوق خط الطاقة مرة أخرى وبهذه الطريقة نستطيع تتبع خط الطاقة للوصول إلى الهدف إلى أن يتوقف تقاطع الهوائيات وذلك يدل على تجاوز موقع الهدف ونلاحظ أيضا التفاف الهوائيات للخلق مما يدل على تواجد الهدف بين آخر تقاطع للهوائيات ونقطة التفافها للخلق وبهذه الطريقة نكون قد حددنا موقع الهدف من خلال نظام تعقب الخط النظام الثاني نظام الباحث المحمول والذي يتألف من هوائي الإرسال والاستقبال مقبض حمل الوحدة المحمولة بعيدة المدى قم بتشغيل الوحدة وستلاحظ الحالة بالأحمر واختر من الوحدة الرئيسية نظام الباحث المحمول ليتم الاتصال لاسلكيا وستتغير الحالة إلى الأخضاء يمكن تغيير الهدف من الوحدة مباشرة ويمكنك تشغيل الليزر لتسهيل تحديد الهدف ليلا طريقة الكشف والبحث بنظام الباحث المحمول ثم بتوصيل الهوائي في الوحدة المحمولة ومن ثم قم بتركيب مقبض الحمل في الجزء السفلي من الوحدة ثم قم بتشغيل وحدة الباحث المحمول وربطها مع الجهاز كما رأينا سابقا قم بزيادة طول الهوائي لتقوية الإشارة المستقبلة من الهدف ومن ثم احمل الجهاز من خلال المقبض حيث يكون الجهاز أفقيا مع الأرض ومائلا بشكل بسيط باتجاه التربات يمكن تحريك الجهاز يمينا ويسارا لتحفيز الموجات المرسلة ثم بتثبيت اليد والدوران حول الوحدة الرئيسية بنفس الطريقة السابقة لتلقي قراءات من الجهاز وذلك من خلال التفافه نحو مجال الهدف بهذه الطريقة وبأكثر من قراءة تقدم نحو الهدف حسب التجاه ومسار الهوائي بطريقة متعرجة أو مستقيمة إلى أن تصل إلى مرحلة يلتق بها الهوائي للخلف تكون هنا قد تجاوزت موقع الهدف قم بالالتفاف إلى الخلف والمشي ببطء وتوقف عند دوران الجهاز يمينا ويسارا حيث يدل ذلك على تواجدك فوق الهدف مباشرة النظام الثالث نظام الكشف الآيوني والذي يتألف من المستشعر الآيوني وحدة الكشف الآيونية وتتألف من مفتاح التشغيل مفتاح التحكم في مستويات الصوت مفتاح المعايرة الأرضية مفتاح تشغيل المصباح مؤشرات البحث الضوئية مؤشر البطارية مقبس سماعات الرأس مقبس الشاحن قم بتشغيل الوحدة من خلال الضغط مطولا على مفتاح التشغيل لنلاحظ إصدار صوت ووميد متقطع في مؤشرات البحث الضوئية اختر من الوحدة الرئيسية نظام الكشف الآيوني ثم قم باختيار الهدف المطلوب البحث عنه ثم البد ثم تصدر الوحدة الآيونية إشارة صوتية مع توقف الوميد دلالة على إتمام الرط اللاسلكية للتحكم بمستوى الصوت قم بالضغط على مفتاح الصوت وتستطيع تشغيل مفتاح مصباح الإضاءة الليلية كما يمكن التحكم بدرجة مستوى الحساسية للنظام من خلال مفتاح المعايرة وذلك بالضغط مرة واحدة أو اثنتين أو ثلاث وفق الموقع الذي يتم البحث فيه اضغط مطولا على مفتاح الصوت لتشغيل أو إقفال خاصية الاهتزاز طريقة الكشف والبحث بنظام الكشف الآيوني قم بتركيب هذا النظام وذلك بتوصيل الحساس الآيوني بالجهاز وضبطه وربطه لاسلكيا مع الوحدة الرئيسية كما وقحنا سابقا قم بالمعايرة النظام مع الأرض إذا اضطلت لذلك بعد ذلك قم بتوجيه الوحدة الأيونية باتجاه موقع الهدف المتوقعة وفي حالة وجود الهدف نتلقى إشارات ضوئية وصوتية تتصاعد كلما تم الاقتراب من موقع الهدف حتى بلوغ موقع الهدف النظام الرابع نظام المستشعر الأرضي حين اختيار هذا النظام من القائمة الرئيسية يظهر على الشاشة تنبيه لتوصيل المستشعر الأرضي بالجهاز وبهذه الطريقة ستلاحظ حين اكتشاف فراغ يتجه المؤشر يسارا بالأزرق وحين اكتشاف المعاد يتوجه المؤشر يمينا بالأحمر في هذه الأثناء نلاحظ أيضا الرسم البياني الذي يوضح حجم الهدف وموقعه طريقة الكشف بنظام المستشعر الأرضي قم بتوصيل وإعداد هذا النظام كما وضحنا سابقا وقم بتوصيل سماعات الرأس إن أردت أيضا قم بحمل المستشعر بشكل عمودي مع الأرض وبارتفاع 20 سنتيمترا تقريبا قم بمعايرة الجهاز مع الأرض فذلك يكون بالضغط على مفتاح الإدخال ثم ابدأ المشي بالجهاز في موقع البحث وقم بتتبع شاشة النتائج والرسوم البيانية وستجد هناك تغيرات في مستوى المعشرات الصوتية والرسوم البيانية على الشاشة حتى الحصول على أعلى مستوى للمؤشرات وتكون فوق الأدف مباشرة ملاحظة عند أول تشغيل وإقلاع للجهاز يتوجب عليك اختيار لغة جهازك نشكر لكم حسن متابعتكم ونأمل أن نكون قدمنا لكم شرحا وافيا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر